تحديات كبيرة في مواجهة المهمة الأممية الأخيرة بصنعاء مفاوضات وصفت بالشاقة مع الانقلابيين في محاولة لإقناعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات وفقا لما هو معلن أتى شريم لتحقيق اختراق في الجمود الراهن في المشاورات السياسية لكنه تلقى في طريق مهمته صعوبات وتعقيدات جديدة أبرزها التهديدات التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي في صنعاء صالح الصماد الذي هدد بالدخول في خيارات استراتيجية بينها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية الصماد أبلغ نائم المبعوث الأممي بأنه سيتم استخدام تلك الخيارات في طريق العودة وأثناء وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود تهديد يكشف عن المأزق السياسي والعسكري الذي يعيشه العوثيون في هذه الأثناء على وقع التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني باتجاه معاقلهم الحيوية ومنها الحديدة أمر يفسره إعلان الصماد جاهزية جماعته لما وصفها بالتفاهمات وبأن الأمم المتحدة ستجد من جماعته ما لم تجده في الماضي جزء من مهمة نائب المبعوث الأممي القادم من تجربة سيئة في ليبيا كان خلالها يشغل المنصب نفسه تنصب على أوضاع القيادات المؤتمرية والعسكرية المحسوبة على الرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح والموجودة حاليا في سجون الحوثيين مهمة تلقي بظلال من الشاك حول عدالة الأبعاد الإنسانية لمهمة الأمم المتحدة في اليمن والتي تتجاهل حتى اللحظة آلاف المعتقلين والمخفيين قصريا في سجون الميليشيا الانقلابية المعلوم منها والمجهول منذ أكثر من ثلاث سنوات أيام مضت على وجود نائب المبعوث الأممي في صنعاء لم تسفر حتى اللحظة عن نتائج معلنة في وقت يوجه المراقبون انتقادات لاذعة إلى ما يصفونه محاولة لشرعنة التكييف السياسي القصري من جانب الحوثيين لتركة المخلوع صالح السياسية وإعادة ترميم الجبهة الانقلابية رغم التطورات السيئة التي شهدتها العاصمة صنعاء أوائل ديسمبر من العام المنصرم